أولاً القانون الجديد انتظرناه بعد مدة ليست بهينة منذ خروج مدونة الشغل وكنا ننتظر خروج هذا القانون من أجل يحمي خدم البيوت أو العمال المنزليين كتعرفوا أن هذا القانون خضع الجدال على الصعيد الوطني وتدخلت فيه معامل الفعالية الجمعوية وكان تفتح نقاش لأن الأساس كنا ندعي خروج هذا القانون لكي يحمي أطفال القاصرين من الولوج والعمل في بيوت مغلقة للأسف رغم النقاشات ورغم الاستشارات للحكومة راسلات المجلس الاقتصادي والاجتماعي راسلات المجلس الوطني الحقوق الإنسان على الرأي ديالهم وكلهم مشوا في نفس السياق على أساس أنه يعني بما فوق 18 سنة هم اللي يخصون يتم السماح ديالهم لولوج البيوت يعني كخدم عمل منزليين أيضا اليونيسيف منظمة اليونيسيف أيضا تعبرت على موقف ديالها وأنها رافضة لتشغيل أقل من 18 سنة كعمل منزليين رغم هذا رغم هذا يعني هذا النقاش ورغم الندوات واللقاءات والأراء للأسف خرجت يعني الحكومة الصادقات على تشغيل أقل من 18 سنة أيضا المجلس يعني الغرفتين البلما من بغرفتين للمجلس المستشارين للمجلس النواب رغم أنهم مجموعة من الأحزاب لأغلبية لف المعارضة كانوا يقولون بأننا نحن معكم ونحن سنقوم بعدم يعني المصادقة أو تمرير هذا القانون بشكله الحالي ولكن السؤال العريض الغريب لماذا يوم تصويت يتم غياب غياب الجل البلما منين وتمريره بأصوات قليلة هذا نقاش ولماذا التأخير ديال هذا المشروع نحن كنا كجمعية ألا سن أنا داك الوزير تشغيل السهل سهيل وكان أبدأ علينا أنه سيتم يعني توجيه الحكومة الحكومة والبرلمان إذن من ألفين واثناش إلى نحن بالألفين وثمانتاش من من له الغرض بأنه هذا القانون لا يخرش إلى حيز الوجود ويحترم يعني الحياة الخاصة وأيضا يحترم يعني هذه الخادمات ما بغاهم يعني تعطوهم الإيطال القانوني التي يسمح لي القانون والكرامة الإنسانية أيضا هذا القانون يعني تم المصادقة عليه في ألفين وستاش الآن حوالي سبعة وعشرين تقريبا شهر على المصادقة عليه ما كانش ممكن يتفعل على أرض الواقع إلا بيدا خروج ثلاثة مراسم المرسوم المرسوم الأول هو الشكل التعاقد المرسوم الثاني يعني الأشغال اللي ممكن يعني اللي ما يمكن يزاولها العمال المنزليين وبخصوص القاصرين ولكن المرسوم الثالث لا يخرج الحيوز للوجود المرسوم الثالث هو الذي يوفر الضمان اجتماعي والتغطية الصحية إذن هذا القانون الآن خرج غير سوي أعرج القانون يعني حدد مجموعة من الأمور مثلا أنه ضروري يكون من تعاقد تعاقد بين بين الطرفين وعطى للقاصرين أنه ضروري لموافقة الأهل يعني مرتبة الأولى أنه مخصوص موافقة الأهل يعني مصادقة عليها من السلطات المعنية والعقد يبرم أمام مفتش السؤال العريض هذ القاصرين الأهل أي والجل بيوت واش احنا غير لا جابنا ورقة مصادقة عليها ودار العقد نعطوه الموافقة ألا يس مفروض أنه مفتش الأول يمشي يشوف الظروف التي يعيش فيها هذا القاصر أولا أول مطلب أساسي ويجب تعديل تعديل يعني القانون بخصوص تشغيل القاصر من أقل 18 سنة يعني هذه إلزامية ما فيها نقاش لأن ما يمكن نستسغو احنا كنا نطلب جريم تشغيل القاصرين في الظروف للحالية التي تعيشها أيضا القانون أعطى ما يسمى الفطرة الانتقالية يعني حددها المشرع في خمس سنوات إذن تصوروا أن الأطفال يكونوا مرهونين مدة خمس سنوات إذن من هنا 2023 والعقد المبرام أنه يجب تحديد الفطرة الزمانية غير محددة أو محددة إذن كيف الطفل المشرع ما تيحدش أنه يحددوا في عقد العمل بأن القاصرين ممنوع عليهم أنه يصال العقد في 2023 ضمنيا إذن إحنا قمنا بتشريع أو شرعنا تشغيل القاصرة الخطيف الأمر التخوف دينا اللي تنخاف هو أنه ممكن يتم التحايل على القانون في إطار أنه عقد ازدياد يتم التلاعب فيها أيضا لدينا نوع من تشغيل العمل المنزلي كيف نفكر فيه هو تنشوف بعض العائلات الأسر يعني الخالة أو العمة تجيب واحدة من العائلة ديالها وتتقل سمعوا وتتقول كراني بغين عونها بغت عوني وبنتي أربيا وليكي في نسوق تتستخدمها كخديمة إذن كين مجموعة من الهفوات في هذا القانون للحد الآن يعني نحن نضرو بقلوب ديالنا أن بعض الوضعية الاجتماعية وكذا نحن نحسن بالوضعية الاجتماعية ولكن تعتبر الوضع الطبيعي للقاصر والقاصرة هو البيت والمدرسة المفتي الشغل جاء من حسن نية يعني أخذها من حسن نية المشغلة وهذا شيء يعني أولا النفوس تختلف العقلية تختلف إذن لا يمكن نعم أن كل أن هناك الناس يرعى العقود المبرمة بلا عقد ولكن عندهم ميطاق أخلاقي ولكن كما تقول تلحل المجهول لأن الظروف الاجتماعية تتخلي إنسان يمكن تحرش وتنعرف حالات إذن كيف تبت تحرش في بيوت مغلق فما بالك بين الزوجين وتيطر العنف وتيقلك جيب إثبات فما بالك أنه عاملة البيوت في داخل البيوت مغلقة كيف تبت التحرش وكيف تبت العنف إذن أيضا المشري أجابي أنه خاص يتم استفادة يعني العامل أو العاملة من التكوين والتعليم إذن وش هو جايبو بش يخدمو لجيبو بش يكونو إذن هنا إذن منطقة عقليات حسنية وحدها غير كافية في العقود إذن يجب أن النص حضير أن ربما في البستانة وبعض الأشغال اللي واضحة ولكن فما بالوكلة يقول لك العامل منزلي عامل منزلي رفيه مجموعة من يعني الأشغال اللي ممكن تديره في البيت كيف إش أنا قاصر نجيبوها طربي طفل وإش مأهلة كيف أن جيوها أطرع أطرع وحد العجوز إذن إذن الآن للأسف كنوا صادقين إحنا المطلب كان واضح من الأساس يعني قبل يعني فش كان النقاش العمومي عازمة يعني تستمع لنا ولا ما تستمع لنا هذا هو السؤال لأن إحنا ما تديرش المثل المغربي سمع لهم وما تديرش بهم دبا هي شاركتنا في الحوار سمعت لنا ولكن الواقع القانون خرج كما بغيته هو إذن إحنا كافة من رفع الشعارات وكافة من ضر رماد في العيون إحنا بغينا قواني لتتشطر في بلادنا وما تستمع لجم